لطالما كانت العلاقات البحرينية السعودية محل فخر واعتزاز للشعبين الشقيقين فهذه العلاقات بنيت على المواقف والثوابت المشرفة والأصيلة نعم فالعلاقات البحرينية السعودية علاقة أثمرت عن الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات والقطاعات والمستويات بين البلادين الشقيقين وشكلت مثلا رائدا ومتميزا يحتذا في التكامل بين الأخوة والأشقاء أخوة تاريخية وشراكة استراتيجية تستند إلى أسس قوية من الترابط والتعاون والتفاهم والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقة بين مملكتين ميزتها أسس عدة أبرزها المحبة المتأصلة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين ما فتح الأبواب لبدء مسيرة التطوير والتقدم المشترك والتي انطلقت منذ عقود من الزمن فعلى مر هذه العقود شكلت العلاقات البحرينية السعودية نموذجا في الأخوة التاريخية والشراكة المتنامية وبلغت أعلى مستوياتها خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما مسيرة التعاون الثنائي البحريني السعودي المشترك مسيرة عظيمة لا تغفل عن أي جانب وتخطو قدما نحو المزيد من التنامي لإثراء إنجازات العمل المشترك بفضل الرعاية الملكية السامية والتوجيهات الرفيعة بقيادتي البلدين الشقيقين التي تتفرد بالعديد من المميزات والخصائص المهمة ما يجعلها أنموذجا يحتذى في العلاقات بين الأشقاء والرامية إلى البناء على ما تحقق من منجزات وفقا للرؤى المشتركة وبما يصب في صالح المملكتين الشقيقتين رؤى واحدة تعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة جذورها في التاريخ والتي أسهمت في بناء قاعدة متكاملة من العلاقات المميزة وفتحت آفاق وعيدة وأرحب في كافة المجالات وعلى جميع المستويات